إلى صحيفة الشرق الأوسط أوكرانيا ترفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس بشدة اقتراحات بأن تتخلى بلاده عن أراض وتقديم التنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية عام 1988 ومعامائة وثمانية وثلاثين وأدل زيلنسكي وأحد كبار مساعديه بتصريحات غاضبة عن الأمر في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية هجوما جديدا في منطقتين شرقيتين سيطر الانفصاليون الناطقون بالروسية على جزء منهما في عام 2014 بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء وقالت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في التاسع عشر من مايو أيار إن التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض قد يتطلب اتخاذ كييف بل بعض القرارات الصعبة نظرا لأن تحقيق نصر عسكري حاسم ليس بالأمر الواقعي واقترح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هيريكي سينجر هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 ترجمة نانسي قنقر